المهم الحاصل شرف الدين اعتذر وقال يا جماعة احنا لا نقول بالتحريف ولا حتى النور وهو يجمع لكم كل هذا نعني بالتحريف تحريف الكتاب نانو طيب ماذا تعني قال نعني القراءات الشز انتو مش عندكم قراءات متوترة معتمدة مقرؤ بها في الصلاة قالوا اه قالوا احنا عندنا ايضا وهناك قراءات الحقيقة احنا غير مقرؤة بها في الصلاة لانها لانها يا جماعة قراءات ايه شاز فده هو تحريف القرآن محاولة لتحريف القرآن لكنها لم تنجح اللي هي طريقة ايه القراءات الشز فيه تسعين قراءات الشز فاجاب شرف الدين في الاجوبة على جار الله انه لا يعنون بالتحريف الا القراءات الشز قلنا لهم اذا كنتم تعنون بهذا المصطلح ذلك فقد اخطأتم في الاختيار فقط ولكن يعني تحل المشكلة ونبقى لا نقول تحريف القرآن بعد ذلك وانما نقول قراءات الشز كما اختاره العامة او الجمهور في هذا الشأ واتفقنا على هذا بعد ذلك ما لما حصل التقريب بين المذاهب اتفقنا على هذا الا نستعمل ايها الشيع كلمة التحريف لان هذا يضعف موقف المسلمين امام المستشرقين والهجمات الغربية واتفقوا على هذا واقروا لانهم ادعوا ان هذا انما هو من قبيل الشزوز وليس من قبيل التحريف بمعناه الشائع كما حدث في الكتب السابقة